برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ناقش المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين عدة تقارير مقدمة من لجان المجلس وكانت جلسة المجلس بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية قبل أن يؤخذ الرأي النهائي على ثلاثة مشاريع بقوانينا في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين أخذ مجلس الشورى الرأي النهائي على ثلاثة مشاريع بقوانين تضم مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون ومشروع قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية إلى جانب مشروع قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية فيما أقر الشوريون مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس مملكة البحرين صادقت على هذه الاتفاقية والآن تأخذ رأي السلطة التشريعية في إقرار هذا القرار وتفهم المجلس بالضبط ما هي مرض هذه الاتفاقية وما هي الحصانات التي يتمتعون بها ووجد أنه لا ضرر منها أبدا وزارة الخارجية تعرف معرفة جيدة وعلم راصخ ما هي الحصانات التي يتمتعون بها الأفراد والأشخاص وما هي الممكن التي ترد عليها وتأخذها هناك دول خليجية بعضها وافقت عليها وبعض الدول دولتين أو شيء لم توافق عليها ودول كبرى وكذلك لم توافق عليها هذه الدول تنتج أسلحة نووية أو ذرية أو بيولوجية أو إلى آخر نحن فقط نحفظ روحنا مع العالم بأن لدينا نظام واستراتيجيات معينة في هذه الاتفاقية الدولية وقد وافق المجلس كذلك على تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم عندنا قراءتنا إلى القانون النافذ بالنسبة لديوان الرقابة المالية والإدارية مبدأ أن يحقق الحفاظ على المال العام واليوم المادة الموجودة تعطي الحق لديوان الرقابة المالية والإدارية بحالة أي مخالفة يوجد بها أدلة جدية بأنها تحوي الجريمة الجنائية وهذا ما نطلع عليه لا يمكن اليوم أن نحاول نضعف من هيبة هذا الديوان بأنه يكون كديوان تحقيق وليس ديوان تدقيق التدقيق هو مهمة جدا جدا الدقيقة وفي نفس الوقت أن ما نقوم بالتحقيق هو جهة أخرى ليست بدوان الرقابة المالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر